مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكانة اقليمية ودولية مهمة يجسدها مجلس التعاون لدول الخليج العربية على خارطة السياسة العالمية أتت إثر الرؤى الحكيمة المستنيرة التي يقدمها المجلس للمجتمع الاقليمي والدولي في جميع المحافل والتي تلاقي الأصداء الكبيرة باختلاف أهدافها وبرامجها وخططها من أجل تطبيقها على أرض الواقع وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهدف إلى تطوير علاقاته الدولية وتنمية أبعادها من خلال تبادل الأراء وبحث سبل المضي قدما في التعامل مع القضايا والملفات الدولية إثر صيغة تعاونية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلاة وأوجه التعاون في مختلف المجالات الحيوية التي تهم الشعوب وتحقق طموحاتها كالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها من المجالات نحو مستقبل أفضل صانع السلام على المستويين الإقليمي والدولي أفضل تسمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهذه السما تحققت بفضل القاسم المشترك المتمثل بوجود سياسة خارجية واحدة داعمة للأمن والسلم الدوليين والتي نشرها المجلس في مختلف لقاءاته ممكنه من رسم طريق لعالم أكثر اتلافا وتكاملا للبشرية اشتركوا في القناة